معنا منا مغلة قرب إزمير مرسلنا مهران عيسى مهران ارتفع منصوب التوتر كثيرا بين تركيا واليونان لكن هذه المناورات بالذخيرة الحية في بحر إيجا ربما تنظر ببعض الاحتكاكات والمناوشات ما هي الترتيبات التركية بخصوص هذه المناورات؟ بالفعل مروج هناك مخاوف من أن تحدث مناوشات أو احتكاك بين القطع الحربية التركية واليونانية في بحر إيجا حيث من المقرر أن يشهد الثالث عشر والرابع عشر من هذا الشهر وكذلك السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين من هذا الشهر مناورات عسكرية متزامنة تركية ويونانية في بحر إيجا لكن ربما الجديد هو عودة مسألة تسليح الجزر اليونانية للواجهة تركيا بالأمس أطلقت إشعارا بحريا اعترضت فيه على موصفته خرق اليونان للاتفاقيات الدولية التي نصت على بقاء الجزر اليونانية في بحر إيجا منزوعة السلاح تركيا تقول بأنها لاحظت في الأيام الأخيرة أن اليونان بدأت تسلح هذه الجزر وقالت بأن ذلك يتعارض مع اتفاقية لوزان الموقع عام 1923 والتي تنص على بقاء تلك الجزر منزوعة السلاح بمعنى أن منسوب التوتر قد يرتفع هناك سيما مع إعلان تركيا منورات بعد أن أعلنت اليونان عن عزمها إجراء منورات هناك وبالتالي ستصبح المنطقة بحر إيجا بالقرب من الجزر اليونانية مليئة بالقطع الحربية البحرية التركية واليونانية وبالتالي نحن كفريق سكاينوس عربية سنتابع هذه المنورات من إزمير خلال الساعات المقبلة وهنا لا بد أن نشير لأن تركيا واليونان أنهيتا بالأمس منورات استمرت لمدة يومين شرقي البحر المتوسط وطبعا كل ذلك يأتي في ظل استمرار أو ارتفاع منسوب التوتر بين البلدين رغم كل أحاديث الطرفين عن رغبتهم بالجلوس على طاولة الحوار شكرا جزيلا لك مرسلنا من مغلة قرب إزمير مهران عيسى شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك